شاركت في الكتابة تعرفت للسانسرة من قانونة الله وتناذك عليش متغشش حاتم بالحاجة وغلايا خلي كل وقت يخو وقته خلينا يتعدى المسلثات ويتعدى رمضان وبعدنا نحكيه لحقيقة ما نحبذش نحكي توا ما خلينا نحكيه وقت اللي يوفى هذا الكل ما نحبذ ما نحكيش لحقيقة غش كبير انت زادا مشاركوه مع حاتم بالحاج ايه فما غش فما غش نفذر فما غش ما كيفش نقول لك معناها لازم تصير تبريرات بش نفهم شوالي واحد متفهم اما بغلوم ما ما فهم حد شاي دونك ما ننزمش نحكي فيه موضوع ما عنديش فيه التفاصيل كل ولا المعلومات الكل هو حاس ما يحكي يا حاتم بالحاج قول انه هذي اخر مرة نكتب فيها نفهم ونكلمه ويمكن معتش فهم كينيا ما كانش فهمش كينيا ما كانش ثلاثة هو بغلوم ما 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 فهمش معناها ما زلنا ما قدمناش فيه مشروع معناها كينيا ما كانش ثلاثة لكن البيب محلول النجم يكون موجود اما موش نشوفه برابورة معناها موش نشوف برابور كينيا ما كانش ولا مش غادي الفكرة معناها الفكرة انه نتطور موجوع نتطور فهم حاجة مقلقت وانا والله ما حكيت شانا وحاتم ما نريد في الانتربيو وكي ما لعبت دونك نتطور ايو فرمضان قتت غبوزة نقعدو نحكي ونشوف اللحكاية الكل هو حاتم نحيي برشة لكن الكلم اللي قالو نرجع عشر سنين ثلاثة عشر سنين سنين معنا نرجعو للدكتاتورية نرجعو لي ما عادش فهم حرية التعبير ما ينجمو احنا ما يفهمه كان انه وفهمه صنصرة صارت للعمل نرجمو احنا نكتشفه هذا ان شاء الله في اخر رنبان كي ما قال حاتم بالحار